اشتركوا في القناة بالنسبة للجهة الغربية ولكن كمية الأمطار المحتمل تساقطها على الجهة الشمالية الشرقية للوطن ستصل أحيانا أو تفوق الـ 25 مليماتر محليا بينما ستتراح ما بين الـ 15 حتى الـ 20 على الجهة الوسطى والغربية بالنسبة للجهة الجنوبية تقريبا الأجواء فيها على أغلب الولايات ستبقى صافية على العموم درجات حرارة منخفضة سنسجلها خلال أمسية اليوم خاصة على المرتفعات الداخلية للوطن أين سنسجل فيها الدناميقياس كذلك المدن الساحلية للوطن سنسجل فيها انخفاض محسوس في درجات الحرارة نفس الشيء سيميز الجهة الجنوبية إضافة إلى نسبة الرطوبة التي ستعرف أيضا انخفاض تتراوح ما بين 60 حتى 70 بالمئة ولكن درجات الحرارة المسجلة خلال أمسية اليوم كما قلنا الدناميقياس سنسجله بالمرتفعات الداخلية للوطن أما على المدن الساحلية والمدن الداخلية القرن من أسواحل نوعا ما درجات الحرارة فيها تتراوح ما بين 12 إلى 14 درجة بالنسبة لأدنى ميقياس يقدر بـ 8 درجات سنسجله بالمرتفعات الغربية 9 درجات بالوسطى والشرقية بالنسبة لشمال الصحراء لا تفوق 18 19 بتندوف 17 درجات سنسجلها على منطقة الهوغار والتسلي إلى نسجل 25 بأقصر جنوب وصولا بوسط الصحراء و25 درجة تعدك أعلى ميقياس بنسبة لحالة التقس غدا إن شاء الله بنسبة لنهار الغد خلال الصباح يعني تحسن تدريج في الوضعية الجوية سيطرأ على الجهة الشمالية الغربية والوسطى بينما الاتراب الجوي سيتواصل على الجهة الشمالية الشرقية للوطن وعنما طيلة هذه الأسبوع يعني ستكون خلال الصباح نوعا ما ستكون على شكل فترات إلى أن تزداد حدتها بداية من الظاهرة إن شاء الله أي ما على الجهة الجنوبية تقريبا طيلة هذه الأسبوع سننسجل نفس الأجواء من معاشات جزئية على شمال الصحر كذلك الجهة الجنوبية الغربية إلى الصافية على العموم على وسط الصحر وصولا بأقصى الجنوب بالنسبة لدرجات الحرارة نفس الشيء ستبقى منخفضة كأعلى مقياس قدر بـ 38 درجة على وسط الصحر بينما ستتلاوح على شمال الصحر مرورا بالجهة الجنوبية الغربية والشرقية كذلك أقصى الجنوب تتلاوح فيها نوعا ما درجات الحرارة ما بين الـ 27 حتى الـ 35 درجة 22 كأعلى مقياس بالمرتفعات أما على المدن الساحلية للوطن تتلاوح ما بين الـ 24 حتى الـ 25 ستصل أحيانا إلى الـ 27 إلى الـ 27 على المدن الداخلية للوطن هذا مع الظاهرة إن شاء الله بحر إن شاء الله سيبقى مضطرب نوعا ما خلال صباحة اليوم إن شاء الله إلى غاية نهر الغد على سواحل أقول الوسطى والغربية للوطن سرعة الرياح فيه ستتراوح ما بين 25 حتى 30 كم في الساعة بينما بحر قليل الاضطراب هادئ على السواحل الشرقية للوطن اتجاه الرياح سيبقى شمال غربي على السواحل الوسطى والشرقية للوطن إلى أن يكون جنوب غربي بالنسبة لسواحل الغربية بالنسبة لوقت شروق الشمس بين جزائر العاصمة ودواحيها ستكون إن شاء الله في حدود الساعة السابعة وخمسة دقائق أشكركم على طيب الإصغاء والمتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة